الدكتور عمر سعيد استشاري علاج آلام العمود الفقري وخشونة المفاصل والآلام المزمنة بدون جراحة المتخصص الأول في مصر والشرق الأوسط للعلاج باستخدام الطب التجديدي والطرق الحديثة ذات التقنية العالية بدون جراحة حاصل على دكتوراه في علاج الآلام التداخلي بجامعة القاهرة عضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي عضو الجمعية المصرية لعلاج الآلام المزمن عضو الجمعية الأوروبية للسونار الحركي عضو الأكاديمية الإيطالية لطب تقويم العظام زمالة المعهد العالمي FIBB لعلاج الآلام مدير ومؤسس مركز بينك يور لعلاج الآلام أهلا بكم النهاردة يوم مهم جداً لأنه يوم عن الألم الألم دايماً أيامه دلوقتي بقت مهمة للغاية بقى برانش في الطب شديد الأهمية النهاردة كمان حنوان ناس والتردد الحراري طيب التردد الحراري الجهاز أصبح واسع لاستخدام موجود في العالم العربي وفي العالم كله تفراطه والتكنولوجيا المتقدمة فيه تتطور سنة بعد سنة لكن لما أقولك أن التردد الحراري له دور مهم فيه علاج كثير من الألم يعني اللستة كبيرة حتى تفهم أنه هذا الجهاز الأهمية كبيرة جداً يعني عد معي أولاً ألم أسفل الظهر طيب ألم أسفل الظهر ناس كتير عندها ألم أسفل الظهر ألم لنزلغة الغضروفية ديق القناة العصبية مشاكل الكتف العصب الترفية العصب الخامس الصداع النصفي المفصل الفخد العصب السبساوي الله يعني إذن هذه القصة مهمة جداً التردد الحراري أصبح له وضعية مهمة جداً في عالم علاج الألم طيب تعالوا نفهم نهاردة بقى إيه هو التردد الحراري دوره إزاي بيعمل إيه عشان يتعامل مع مثل هذه المشكلات الحرفية في زبط التعامل هل نفس التردد الحراري اللي بيستخدم في علاج العصب الخامس هو نفس التردد الحراري اللي بيستخدم في ألم عصب السبساوي أو في مشاكل مفصل الفخد هذه هي منطقة مهمة جداً في حوارنا النهاردة النهاردة حوار مهمتع جداً مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة واسمي لامع في عالم الألم الحقيقة النهاردة بيسعيدني انحوار معه دائماً لسرد دكتور عمر سعيد استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل وصاحب دكتوراه علاج الألم عضو جمعية أمريكية للطب التجديدي وجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن وجمعية الأوروبية للسونار الحركي زملة المحهد العالمي لعلاج الألم والمدير لمراكز بينكيور لعلاج الألم الاسم المتميز لغاية أهلاً بيك دكتور عمر أهلاً دكتور أيمن زي حضرتك الله هيخلينا لماذا اخترت التردد الحراري؟ ما المقصود بالتردد الحراري؟ ليه حطوا على قائمة الحوار بدايةً؟ يعني احنا دائماً بنعكس نتكلم على المشكلة ثم نسكت العلاج لأ ده انت حطيته هو كخلاص احنا نبدأ بالتردد الحراري في العمر عايزين نصحح مفهوم كلمة تردد حراري مع عند الناس لأنه خلاص أصبح حاجة طول بنستخدمها وسيلة علاجية بنستخدمها لعلاج ألم مختلفة حاجة أساسية في برانشنا اللي هو التخصص علاج الألم يعني ايه تردد حراري؟ هو تردد حراري باختصار عشان نستعد المشاهدين يبعارفين هو اسمه الراديو فريكوينسي الراديو فريكوينسي هو استخدام جهاز بيحول لي الكهرباء إلى ترددات كهرومغناطسية أو موجات الراديو موجات الراديو العلاجية طب ده وجدنا ايه؟ وجدنا ان هو بنقدر نعمل بيه كذا حاجة أولاً بنستخدمه وباستخدمه عشان نعمل ريليز لمواد العلاجية اللي عند العصاب بنعمل بيه يعني ايه؟ عادة ضبط المصنع للعصب المصاب بنعمل بيه بتزود بيه نعمل تحور على مستوى الألم بنمسح الألم المزمن بنعمل زي ما قلته حاجة كده عن طريق استخدام الترددات الكهرومغناطسية ده العصب المصاب أو النسيج المصاب التردد الحراري حاجة مهمة جداً في تخصصنا أنواع عشان الناس اللي بعارفين فيه تردد حراري اللي هو النابط والتردد الحراري اللي احنا بنقدر نسخن أو نعمل بيه هيتنج حرارة إلى درجة حرارة 80 درجة أو ممكن نوصل لـ 70 درجة فأقدر أعمل بيه حاجة اسمها بليجن زي أو الكي لبعض الأعصاب في بعض لعلاج ألام معينة أو علاج سخيفة ممكن فبالتالي كلب التردد حراري هي باختصار موجة ترددية وأقدر أعمل بيها تسخين المياه اللي موجودة في الأنسيج سواء كان عصب أو نسيج أو عضلات وأزود البلاتسوب داي ديها أعمل سيتيج للعصب نفسه أعمل ريليز للنيورو ميديوليشن أعمل يعني مواد العلاجية الطبعية المورفنات الطبعية اللي جواه جسمنا التردد الحراري اللي هو أنواع جهزة ولا هو نوعه وبيتغير السيتيج بتاعه أنواع مختلفة فيه طبعا بيستخدم فيه التطبيق من فترة ممكن نوصل وكده من السبعينات ليه باستخدامات عديدة ودخل في استخدام علاج الألم بفريكونسي معينة ليه ترددات معينة يعني بمعنى أنه مثلا زي مئنا بتكاترة الكبد بيستخدموها بترددات عالية عشان يعملوا بيها كي فيه بعض التخصصات زي الجلدية زي التجميل بيستخدموها لعمل كولاجين لتحسين البشرة وتخسيس وهكذا فيه ترددات أخرى العلاجية اللي احنا بنستخدمها بتبقى باختصار فريكونسي معينة على فترة معينة من الزمن نقدر نعالج بيها الأعصاب أقدر نعالج بيها زي ما وضحك النسيج وده بالنسبة لجهة أجهزة تردد حراري موجودة موجودة عندنا أنواع كتيرة جدا ابتدت تفرع تحصل في خلال خمس سنين اللي فاته لتقنية حديثة من التردد حراري يعني فيه تردد حراري اللي كنا بنسمعه من سنتين غير دلوقتي حضرتك يعني أجهزة حديثة جدا ممكن أستخدم فيها حاجة اسمها البايبولر يعني تردد حراري عن طريق أن أنا أدخل بإبرة وأعمل مجال ما بين الإبرتين عشان أحسن أو أزود البقرة لعلاجية بتاعتي والأحدث الجيل التاني بالتردد الحراري اللي هو أحدث صحيحات العلاج بالتردد الحراري اللي هو عن طريق اللي سكن عن طريق الجيل ده الجيل التاني والحديث واللي يمكن ده ما فيش أقل من سنة بدأنا نستخدمه في مجالنا في علاج الألم إيه المشاكل بقى أنا قلت بعض المشاكل التي يعالجها التردد الحراري إحنا المشاكل ممكن نعالج بيزن نقول حقيقة الألام المزمنة الألام الحد منها ممكن نستخدم علاج ألام مفاصل جارفاكرات خشونة المفاصل جارفاكرات خشونة المفاصل عمتا الانزلاق الغضروفي ممكن نستخدمه فيها في علاجها ألام العضلات ألام مفصل الحوض وخشونة الرجبة المتقدمة من 2017 ده في بيبر معمولة أن التردد الحراري هو العلاج لحالات خشونة الرجبة المتقدمة التردد الحراري فيه حالات مفصل الحوت وعلاج الألام المزمنة منها وبطرق بزي مطحك كده بندخل بسلوب بسيط على المكان اللي فيه مش كده وأقدر أوجه به الموجات ده مثلا ده تردد حراري في بعض الأجهزة الحديثة اللي فيها لسه الأجهزة دي نازلة مصر قريب اللي نستخدم فيها بايبولر ريديو فريكنزي فأخذ فيها مجال علاجي أوسع وفترة أطول ودي كمان نقطة مهمة جدا ما كانتش الأجهزة القديمة بتدهن أجهزة الحديثة بتدينينا المجال ده في العلاج بتقنية التردد الحراري السؤال بقى يعني المميزات اللي بياخدها التردد الحراري التردد الحراري ينفع للناس ما ينفعش أستخدم فيهم حق مضادات التهبات زي موضحك ألم مزمنة شديدة أنا محتاج أشيل الألم المزمن دوت وعالج وعمل ريسيتنج للمكان اللي هو فيه الإصابة سواء كان إصابة قديمة بقالها سنين ومحتاج أن أنا أشيل تراكم مواد الالتهاب لأن إحنا في طبيعتنا الناس حيك إحنا في رجبنا سبحانه وتعالى خليقنا فينا 15% من مستقبلات الألم بتبعي شرعة من كتر ما بيحصل الألم ممكن 15% من هذه المستقبلات تعلى وبتختلف من شخصية أخرى ومن شخص آخر ومدة الألم يعني فترة الألم اللي معانا بقالها قد إيه بيتراكم ده معانا فبالتالي استقبالنا الألم مسكنات ما تنفعش فيها العلاجات التقليدية ما تنفعش فيها فبالتالي بلجأ لتقنية التردد الحالي عشان أعمل عادة ضبط للعصب اللي بيشيل للإصابة اللي بيشيل للألم دوت ورجعوا يشتغل مرضى أعمل ريليز للنيورو ترانسيمتر الجديدة أعمل نيورو ميديوليشن على مستوى العصب المصاب أو على مستوى النسيج اللي فيه المشكلة النيورو ترانسيمتر يعني معناها الموصلات الكهربية تمام بتتأثر بالألم يعني الألم المزمن قد يؤثر على المستقبلات بيسودها قد يؤثر على الموصلات الكهربية بيخليها سنسيتف بيخليها حساسة جدا حساسة ممكن تبقى حركات غير ونشوفها طبعا في طاب مرضى اللي بيعانوا من قشونة مفاصل جار فكرات لها وحاجة بيعملوا حركة مش مؤلمة وكأنه بالنسبة له بتبقى مؤلمة طب المريض دوت اللي عنده ألم مزمن لازم إنه مفيش حاجات وسائل علاجية بسيطة ترد الحراري أو جدل الحلل ده إيه التوصيات أو المحاذير أو البركوشنز أو الحاجات اللي أنا حطها سواء كمريض أو كدكتور قبل ما استخدم ترد الحراري أولا في حسب التشخيص بتاعنا وحسب المريض اللي إحنا هنحط هناخد عليه الترد الحراري آمن بالنسبة كبيرة جدا في بعض المرضى إذا خدنا المحاذيرنا ومثلا لو عندنا مرضى بيعاني أو بياخده اللي هي مولا عليها الأنتيكو أجل أنت أهو تقدر تتجعل تقدر تتجعل لنا الوظيفية وبعد كده بنتجهز المريض إذا كنا هنعمل النوع اللي هو إنفيزيف يعني إنفيزيف نحنا هدخل بالإبرة عن طريق المخدر موضعي للمكان اللي فيه المصاب أو العصب المصاب أو الغدروف اللي فيه المشكلة وأعمل التردد الحراري لأنه نعتبر ليه نفس المعايير بتاعة العملية الجراحية ولكن برضو فيه بعض الجهزة الحديثة زي الجيل التاني أوجد لي حل للمرضى دولة أوجد لي حل إن أنا ممكن هذا المريض ما يفعش إن أنا أعمل معها فبالتالي الجيل التاني أحل لي المشكلة دي وإن أنا أقدر أحل مشكلة العيان بسلوب بسيطة عن طريق الكوتينياس راديوفيق لو أنا مساكت شوية يعني مواضيع مهمة مثلا العصب الخامس تحديدا واحد من أسعب المواضيع يعني التردد الحراري يتعامل مع العصب الخامس يتعالج ألام العصب الخامس المزمنة اللي بتسبب صداع مزمن وبتسبب إن فيه بعض المرضى ممكن يشيل أسنان حاجة تحكيه حاجة عارف ويروح بيلف كتير جدا مع داكات الأسنان هو عنده مشكلة في العصب الخامسة فبالتالي التردد الحراري هو الحل من المكان ده أنا أجم بجزء أنا أجم في المخ تقريبا فبالتالي راديوفريكونسي أوجد لي حل بسيط بدخل بإبرة دقيقة جدا في مكان الفورامين أفال على التراجم ننرف للعصب الخامس وأطلع عن موجات الترددية العلاجية لهذا العصب الصدوة النفسة من ضمن الحاجات في الانديكيجين بتاع التردد الحراري الضبط كده يعني عشان بس إنه بواضحين وبناء داكاتر كتير بتفرجوا علينا الماجرين هديك لكن التردد الحراري بدو دور فيه خاصة الجيل التاني الجيل التاني من التردد الحراري حليلي مشكلة كبيرة جدا ما كنتش بقى عارف أعملها بالجيل بالجيل الأول من التردد الحراري لكن الجيل التاني أوجد لي حل لمرضى الماجرين اللي هو فور أنون أوروجين أو جد يحلل للمرضى اللي عندهم مشاكل في الفقرات العنقية برضو بنفس التقنية وبنفس الطريقة من ضمن الليست برضو الانديكيشن مرضى الألام السرطانية لربنا يكون فعونهم دول التردد الحراري يستخدم فهم طبعا نستخدمه على نعمل حاجة بيه بسم على الدفيرة العصبية نوع فيها الدفيرة الألم نفسها منستخدم تقنية التردد الحراري بقى لكن التردد الحراري اللي هو العادي اللي هو بنستخدفيه تقنية الكي إيه الخطوات بقى فلالك؟ خطوات التردد الحراري نفسه كتقنية طبعا احنا مناسب معظم مرضانا خاصة مرضى الألم المزمن زي ما قلت لحضرتك ليه استخدامات عديدة ممكن نحطها مثلا احنا بنيجي بتحت مخدر موضعي بعد ما نعمل فحصات اللازمة المريض اللي هيخضع لهذه التقنية سواء كان مرضى خشونة المفاصل أو سواء مرضى اللي بيعانوا من مشاكل في الفقرات العنقية زي المفاصل جارفقرات بنتم مخدر موضعي بندخل على بنيدي تحت بيفضل بيكون العيان صاحي معانا تحت الجهاز الأشعة شايفين مكان الألم ومصدر الألم وبدخل بإبرة دقيقة جدا تحت جهاز الفلورسكوب بتوقيع الأشعة وحيانا بالصنار ودخل على المكان العصب المصاب ووجه ليه الموجات التردودية ده 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 الخطوات ده الخطوات زي ما حاجة زي ما سادة مشاهدين شايفين ده العصب ده بينقل بيعمل لي مشاكل في الفقرات العنقية بسبب لي صداعة بسبب لي مشاكل في المعظم المشاكل بتبقى سببها حوالي ستين فيما منها منها هي فاسد جوينت المفاصل جار فقرات للفقرات العنقية تقضيها في منطقة بساطة وبنخشي على المكان اللي فيه مشكلة ترجل كده زي السنايبر زي القناصة على المكان العصب المصاب اللي بيسبب لي طبعا المسكنات هنا ما بقاش ليها دور لكن تردو الحلالي هنا بيوجد لي حل رائع ليه مثل هذه الحلالات نورت وشرفت وأبدعت شكرا جزيلا ضيف العزيزة الخيم العلمية المتميزة والاسم اللامع لسؤس دكتور عمر سعيد استشاري علاج الألم وألام العمود والفقري والمفاصل وصاحب دكتورها علاج الألم وعضو جمعية أمريكية للطب التجديدي وجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن وجمعية الأوروبية للسنار وزمالة المحهد العالمي للعلاج المتخصص في الألم ومدير محهد مدير مركز بينكيور لعلاج الألم كان ضيفي في الناس الحلوة خليكم دايماً مع الناس الحلوة السمنة الحالة نفسها دايماً بيبالها قصة وساعات القصة دي تبقى قصة مهسوية ساعات القصة دي تبقى قصة حزينة لكن القصة بتبقى حزينة في أولها بس في الغالب إن شاء الله تبقى مفرحة في آخرها وده شيء جميل بطن العيان مهمة جداً للجراح ربما تلاقي فت في جدار البطن يعوق المنزار فت إقديم فت إجراحي تتوقع إنه ده ممكن يعكسك أثناء العملية واحد عنده فت إجراحي كبير وإنت وعدته إنه يعمل عملية تحويل مصار ممكن تفشل إنت تعملها تطلع لها معه إزاي من فتء في المعدة معظم الناس ربما يكون ثقافته في الأدوية مش زي ثقاف الدكتوري أنت بتكلم واحد أنت لازم تعيد عليه السؤال أنت بتاخد نوع داوة سيولة واحد ولا بتاخد كذا نوع من أدوة السيولة ربما يكون هو بياخد أدوية سيولة متعددة وهو بس فاكر إن داوة السيولة دا الأسبريل بس وده داوة السيولة بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر